السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن الجايب لكم اليوم فيديو عن 5 نصائح مهمة لللاعبين الجدد واللي اللعبة يمكن ما توضح اهميتها بالقدر الكافي هذا فيديو من سلسلة شروحات للعبة فاتمنى منكم الدعم باللايك والاشتراك والتعليق بالموضوع اللي تابونا نغطيه بالشرح القادم شغالين احنا على الدسكورد فتعالوا اذا تلعبون اللعبة وعندكم اي اسئلة واللي حابين ان تشاركون باي نصائح او معلومات داخل الدسكورد نبتدي بالنصائح اول شي راح يكون عن الاوزان الثلاثة باللعبة اللي هم الخفيف المتوسط والثقيل كل واحد فيهم لهم مميزاته ويدعم نوع اللعب معين على سبيل المثال الخفيف راح يعطيك تدخرج كامل ويزيد الدمج والهيل عندك 20% وهذا اكيد واضح انه ممتاز للي يبون يلعبون دمج لكن شلون تحصل عليه لازم يكون وزن درعك الكامل تحت الثلاثة عشان توصل للنقطة هذه تحتاج تكون اغلب دروعك خفيفة تقدر تحط لك درع متوسطة او اثنين على حسب وزنهم الصفحة هذه توضيك جميع الاوزان اختار التركيب اللي تبيها لكن الافضل يكون الصدر ميديم والباقي خفيف اذا تبي تلعب بدروع خفيفة خصوصا اذا تبي اعلى مقاومة ممكنة الدرع المتوسط او الميديم يعطي 10% دمج وهي لزيادة ويضيف عليهم 10% وقت اطول الحركات التأطيلة العدو اللي تستخدمها ولكن يفقد قدرتها للتدخرج انصح بالدروع المتوسطة اذا تبي تلعب ضدناس عشان المقاومة الجيدة لهم اما الدروع الثقيلة فميزات انك تقدر تصد ضربات اكثر وتزيد فترة تعطيلك للعدو بنسبة 20% يعني دورة تانك النصيحة الثانية اللي راح نتكلم عنها هي اماكن الفاسي ترافل بالخريطة لا تعتقد انك تقدر فقط تنتقل ما بين المدن لكن اللعبة توريك اول مرة تنتقل عند الشاعب انه فيه نقاط انتقال مختلفة ترى بالخريطة تقدر تشوفهم مواقع الخرايط المختلفة حاليا هذا الموقع واحد من المواقع يعني الزينة وهو يعني رقم واحد وسمعنا شوي ثقيل لكن يقطي كل شي بامتياز اكتشف الخريطة تمشي حول العالم شوف الاماكن المختلفة حولك استغل موضوع الانتقال السريع خصوصا للاراضي اللي مسيطرين عليها تحالفك النقطة الثالثة هي الحقيبة كل ما ارتفع لفلك راح تفتح لك حقيبة وتقدر اما انك تصنع لك وحدة او انك تشتري لك وحدة من السوق والعادة اسعارها غالية اذا قاعدت شوف الفيديو بعد ثلاثة شهور من اللعبة اعتقد الاسعار راح تكون انخفضت كفاية عشان تصنع الحقيبة لازم تروح لبياعة التحالف مالك وتكلمه عقبة تجمع الموارد اللي تحتاجها عند الـ عند الـ شوية جلد على حديد وحط معاهم ازوت عشان تطلع لك ميزة بالجنطة حاول انك تحصل وحدة فيها اكسترا بوكتس عشان تقدر تشيل اكثر النصيحة الرابعة هي الدمج فيه اربع نواع للدمج على حسب مقاومة العدل للضرر الازرق يعني مقاومته عالية الابيض يعني دمجك طبيعي الاصفر يعني مقاومته ضعيفة ضد نوعية الدمج والبرتقالي يعني اصابته اصابة حرجة تعرف ان الاسلحة الحادة مضمون لها الاصابة الحرجة اذا ضربوا بالظهر حاليا نوعية الوحوش ومقاومتهم تلقاها بالموقع هذا ويوضح لك المعلومات اذا تبي تبحث اكثر وتتقن الضرر اخر شغلة رح نتكلم عنها هي المعسكر انصحك وبشدة خصوصا اذا بتفرر بمنطقة ولا بتروح مكان اعلى من لفلك انك تبني لك معسكر قريب عند النقطة عشان يعني اذا صار اي شيء وماتت شخصيتك ما تمشي كيلو وات عشان توصل لنقطة مرة ثانية المعسكر ما ياخذ منك نص دقيقة ويعطيك القدرة على صناعة اشياء قد تكون ضرورية وتحتاجها ممكن خلص اكلك ولا تحتاج بوشم معين تأكد انك باني للكامب قريب داخل المدى 500 متر من مكان التفريم وهذا النقطة اللي ابي اوقف فيها الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة الفيديوهات اكثر عن لعبة نيوورد اشكركم على المتابعة ونشوكم بالفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته